اهلا بكم اعزائي المشاهدين دكتور اسامة الشريف اخصائي التغذية العلاجية والرياضية دكتور طبعا كتير جدا من الشعب المصري بيعانوا من السمنة وبيحاولوا يدار عن حلول لها ويمكن بيتتابع عضاية ورياضة وكل حاجة وما بيوصلوش برضو اللي هم عايزينه نظبوط فعايزين نعرف من حضرتك في البداية اي سبب المشكلة دي يعني اي اكتر الاسيب اللي بتؤدي الى السمنة هو في البداية نرجع بس لبداية سمنة سمنة عمومة ما كانتش حكا عمدنا في مصر لغاية فاطرة السلطينات والسبعينات كبه يعني الكصة دي مستحدثة علينا لان احنا الامات التغذية بتاعتنا اضغارت تماما يعني البرجر والسوسيس والحيات دي مكانتش من ثقافتنا اصلا احنا كان ثقافتنا زمان الجبن القريش والحيات القديمة دي واللحم التصوى والحيات دي كانت كويسة كانت صحية عمدنا كده ابو كراط اللي هو ابو الطب كان دايما بيقول المقوله مشهورة ايوي هو ليكن طعامنا دوائنا ودوائنا طعامنا يعني انا الاكل انا هاكله ده هو ليحدد مصير شكل جسمي عامل ازاي والامراض بممكن تصبني بعد كده زائي بنا احنا نشوف دي بقتي امراض قلبي وشرين في ناس تحت التلاتين سنة الكلام ده كانش بيحصل خالص يعني كنا عاشين نقول حد جالو زبحة يعني كنا بنتكلم في خمسين ستين سنة لقد بقتي بنا نشوفها تلاتين ستة وعشرين كمان تمنتاشر سنة انتشور ده جاي من النمط الحياة اللي بقى كسل او كله عايد مسك التريفون على طول كمان مع الاكل اللي هو بقى اغلبه جونك فود ايه بنطلب الديليفري ده من جيب اكل من هنا من جيب اكل من هنا ما منبصش الكواليتي بتاعت الاكل ده عامل ازاي فده بدأ ينشر السمنة في فئات عمرية ما شفناش قبل كده يعني بدأ دلوقتي الاطفال نفسهم مصابين بالسمنة بيجبر من هو تشايلد يعني بالغ عنده سمنة من بالغ بعد كده مسن عنده سمنة الموضوع بقى مراهق عنده سنة الموضوع بقى منتشر في كل فئات العمرية ما عادش زي زمان مثلا بعد الاربعين يبدأ يتخان شوية لا الموضوع بقى بدأنا نشوفه حتى ستاشر سنة وتمانتاشر سنة وتمان سنين لا الموضوع بقى غريب فنجي نرجع نشوف السبب السبب في الاول في الاخر على ثقافة الاكل التي تغيرت تمامي ثقافة الحياة الصحية اللي بقت مش موجودة تقريبا خالص يعني احنا زمان في المدرسة كان فيه تمارين صباح وكان فيه حاصل الاكتيفيتي في الكلام ده كان مهم جدا لها دلوقتي ما عادش موجود او ما عادش بيه اهتمام كان دايما احنا عندنا الشباب في الاجازة وكده لازمان فيه نشوات تعمله في الصيف وكده ما عاناش بنشوف الكلام ده يعني حضرك شايفة نوع ثقافة الناس نفسها هي العادات اللي الناس بيعملوها اللي بتؤديرك بالضبط الموضوع خدت كالشورتانية خالص احنا بقى هنا زمانتخين وموضوع السوشال ميديا والموبايلات في الكلام ده وحتى الالعاب الانلين وستريمي وكده خلت الناس قاعدة في البيت ما تخرجش ما بتقومش بأي من النشاط يعني مثلا تجي تسأل حد انت هويتك بتلعب عن الرياضة ولا خلاعب على العبابجين مثلا ما عادش فيه حد بيلعب رياضة غير فئة صغيرة هم هدول محوظين على نفسهم نعم الفئات الباية لأ 90% من الشباب دلوقتي ده ما بيقومش بأي نشاط يومي يذكر وكيد زادت مع الحجر الصحي طبعا الكورونا طبعا يعني زودت الوزن الناس اللي كانت مثلا 60-70 جاي بعد اللي حظر 120-130 الموضوع زودت خالص لانه هو ما قدموش غير الاكل والتلفزيون والموبايل ما عندوش حاجة تانية يعملها حتى لو كان بيخرج يتمشي شوية ما حق ما عادش بيحصل فالموضوع حتى المكتاب شوية عندنا دلوقتي بيأكل الموضوع والكان ظهرت بقى موجات كتير كده اللي هو الكيك اللي بتعمل في المج ومعرفش ايه والحاجات الكتير اللي ظهرت دي عملك لأ عملك لنا احنا بنشوف الشغر حالات كتير قوي ومرة واحدة الكارنتين عمل عماله يعني نزود وزن الجامع طب انا دلوقتي مثلا وزني الزيادة يعني وزني الزيادة وعرفت المشكلة اللي عندي ازاي عرف الضيط المناسب لجسمي كويس كويس جدا في البداية في حاجة اسمها ضيط مخصص لكل شخص بيبقى على حاجة اسمها حساب سعراته يعني انا في اليوم باصرف شوق التوقع انا هدروا مثال مثلا ان انا شبه العربية كده محتاج منزين عشان اقوم بنشاط اليوم وكل ما هقوم بنشاط اكتر هحتاج بنزين اكتر البنزين ده في جسمينا حاجة اسمها سعرات تمام؟ انا عشان اصبط السعرات بتاعتي لها معادلات وحاجات بسيطة خالص مثلا لو في معادلات بسيطة خالص لو الراجل بيدرب وزنه في 24 والبنت بيدرب وزنها في 22.2 بيطلع لها رقم هي دي السعرات بتاعتي خلاص ده اللي عايز يبقى ماشي اكريت قوي خلاص طيب انا مثلا واحد بوزن 100 كيلو دربته في 24 تلع لي 2400 سعر مفروب باخد 2400 سعر دول بقسمهم عليهم طيب انا لو عايز اخز اقلل شوية 2400 سعر عايز ازيد بزود عن 2400 سعر صح كده؟ ايه لان انا زي ما قلنا انه هو بنزين يماشينا صح كده؟ اه السعرات دي هي اللي هتماشين طيب انا عايز اخزن سعرات اه ااخد زيادة فزيد في الوزن عايز احرى اكتر يبقى قلل لنا بالظفر هي دي خصة الديت يبقى صحي ازاي او يبقى مضبوط ازاي بالاضافة بقى انك هتقسم واجباتك ازاي الكواليتي والكوانتيتي احنا كده اتكلمنا ازاي تزبط الكوانتيتي ازاي بقى تزبط الكوالتي هنيجي بقى الفطار في حيات معينة متكلم عليها وبعد كده في السناكينج وبعد كده الغداء والعشاء في البداية دايما في الفطار هو اهم مواجبة في اليوم دايما بنسبع الكلام ده ما بنبقاش مهتمين بيه بس فعليا اهم مواجبة في اليوم لازم تكون الفطار لان دي اللي مبني عليها كل اللي هيحصل بعد كده انا وعكد في الفطار وما زبطوش او نزلت من غير مفطر دي من اكتر الاسباب اللي هتخليك تجوع قوي مثلا فترة الدهر فتاكل اي حاجة يعني بيأثر اكتر من العشاء حتى دايما ان العشاء اكتر حاجة عشان بتاكل وتنام وتاكل وتنام دي برده يعني وزبادي بنامون فقط هنكلم عن شوية خرافات كده مالهايش علاقة بالصحة خاضص يعني ما عنديش مشكلة ان انا انا اكل ونام بس هاكل ايه ونام ما عنديش مشكلة ان انا اوقف اكل الساعة 3 بالليل ونام الساعة 4 عادي طب فيه سؤال بمناسبة الحياة دي برده بيقوله طب ازاي نتخلص من عادة الاكل بالليل يعني لو انا شخص متعود دايما ان انا اكل ونام فيه حاجات مثلا ممكن تخليني ابطها للعادة دي اه فيه انك انت تقسم طول اليوم انك بتاكل انك بدل ما بتاكل مثلا مرة او مرتين في اليوم انك تاكل خمس او ست مرات بسينا هديكي مثلا برده تاني صغير ابي انا لو بيجيلي مثلا مية جنيه في اليوم واحد تاني بيجيله مية جنيه في الشهر مين فيهم هيصرف اكتر متاجين بيجيله مية جنيه كل يوم صح كده؟ ام فانا لو معاوي الجسم ان انا بيدخله اكل كل شوية هياخده ويحرقه ام انما لو بيجيوله مرة واحدة بس هيخزنه صح كده؟ ام فمشكلتنا احنا عموما موضوع الوجبة الواحدة او الوجبتين واللي سناكسل في النص بس فيه ناس بتجوع بالليل برضو حتى وكلت طول اليوم ام ده ممكن يقلب نمطي ومعيني يعني بنعتمد بقى على حاجة اسمها سكريات معقدة او نشويات معقدة زي التوست الاسمر زي البرون رويس زي كمان عندنا الشفان والجرنولا الحاجات دي كلها بتبقى لطيفة جدا ان هو لو كالها تفضل مشابعة فترة اطول ما تحسسش بالجوع برضو البطاطس المسلوقة 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 البطاطس طول ما هي مسلوقة معدل الشبعة بتاع عالي جدا او مشد تبقى حلوة جدا او ايه؟ ماش دي موتية ولا هامة حروسة تبقى حلوة جدا بلن برضو الفكرة انك هتاكل من دي هتاكل مثلا بطاطساوية بطاطساتين مش هتقدر تكمل اكتر من كده فسعورتها مش عالي قوي وفي نفس الوقت شبعيتني جدا ما قادرش يأكل بعدها فدي من الحاجات البسيطة اللي ممكن تحطها في اكلك وتضبط معك موضوع الشبعة جدا فنرجع لوقتي للفطار انا فطاري لازم ان يكون متوفر فيه لعناصر الاساسية والمغازات الاسية تلاتة اللي هما الكرب والفات والبروتين لازم فطاري يكون في التلاتة وما ينفعش اعمل ريستريكشن او اشيل واحد منهم نهائي يعني مثلا دكتور انا مشيت على نظام مفوش نشويات خالص وبقالي سنة كده غلط جدا مشيت على ضايت مفوش دهون خالص برضو غلط انا اللي مش بيتخاني دهون ومش بيتخاني النشويات اي بيتخاني الافراط في كل منهم واحنا هنا في مصر اللي بتخاني النشويات اكتر او يعني احنا شعب بستارشي قوي يعني العيش والمكارونا والحاجة المكارونا والرز احنا عندنا ما بنعيرش الرز غير بالطبق اه يعني مش بالمعلقة لا بنعير بالطبق انا باكل طبق رز طبقين رز وعندنا برضو ثقافة انا ما اعرفش مثلا اكل الحاجة اللي جنب الرز من غير رز اي او يعني انا احط الاكل باكل الرز بالاكل لما الرز يخلص او 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 مش مهم يبقى لجنبه وده غلط احنا لما نقسم طبق بتاعنا طبق الفطار مثلا طبق الفطار اللي لازم يكون فيه نشويات واللي لازم تكون من نوع المعاقد مش سريات المتصاص زي ايه مثلا ممكن اكون نشويات ايه على الفطار نشويات التوست البوني والعيشة اللي برده حاجة دي مهمة جدا اه الجرينولا والشوفان حاجات كويسة جدا جدا والشوفان بيكون صعب شوية في بداية الناس بتحبوه ممكن تعمله بانجيك بقى ممكن تحطوه في العبام من بالليل وتاكله عشان يطعوه يكون قلطف شوية اي اي كورنفلكس اللي هي الحاجات الحبوبية الكاملة تكون حلوة جدا كل ده كده عنصر واحد سمع نشويات معقلة ايه فاكل في الغدا كمان نشويات بعد ما اكلت في الفطار ايه وااكل في الفطار وااكل في الغدا وااكل في العاشة على المفروض صحيا الريكموديشنز بتقول ان انا الضيط بتاعي كون من 45% ل 65% منه انها شويات اوه بس هتختارها ازاي وامتن وكمياتها عاملة ازاي يعان انا الطبق بتاعي ممكن يكون التلت بتاعها النشويات مفهوش اي مشكلة خالحة بس احنا عندنا ايش سعقا في التلت الطبق دي احنا طبق وطبق وطبق فعشان كده عاملة مشكلة شوية ففي الفطار اول مصدر للاكل عندي وده مهم جدا وده اللي هيحافظ على الشبع عندي يكون شبعات مع قلب طيب حافظ بقى جنبه على بورتين من مصدر كويس ايه بورتين في المصدر كويس عندنا الجبن زي الجبن القريش كويسة جدا الجبن اللايت برضو مفيهاش مشكلة وعندنا ممكن بيد والبيد مش شارط مسلوق يبقى صحي يعني صحي كويس ممكن مقلي في زيت زتون نكلم عن زيوب برضو ممكن محمر محمر في ايه مقلية مهو المقلي في زيت زتون تمام الناس اللي عندها ضغط او سكر يفضل ما يأخلش السفار السفار فيه كمية كولسترولي عالي شوية في يفضل يأكل بريد بس ممكن التركي اللي يسموك تركي هالو جدا تمام فدا كله مصادر بروتين سهلة جدا على الفطار وبرده غنية بروتين كويس جدا طيب إذا كانت خلصت اثنين من الكوب وارسة خلصت النشويات الكربس خلصت ايه البروتين نستقلي الفاس الدهون حافظ على مصدر دهون صحية ايه دهون الصحية اللي ممكن اخدها المكسرات مكسرات زي اللوز زي بذرشيال حاجة ديه حلو جدا على الفطار تحط مثلا خمس او سبع الوزاية على الفطار يكون كويس وبنفضل برده في الفطار ان احنا نديلك حاجة من الالبان ايه زبادي او لبان يكون كويس جدا لانه بيديك بروتينس موكازين بيكون مفيد جدا للجسم طب يفضل الفطار يبقى في وقت ايه يبقى من الساعة كاملة كاما مساء اول ما تصحب النوم ايه وقت انت تصحب فيه اول ما تصحب النوم يعني عشان الناس انت تنامي الساعة ثلاثة الفجر وبسحى الساعة 12 دهر هقوله افضل فطار الساعة 7 صفر هقول من النوم ما يفطر ونام لا فهو اول ما بيصحب النوم يفطر على التور معنا امو حبيبة معنا اتصال من المحبيب عليكم السلام اه ازاي حضرتك صوح الخير ازاي حضرتك صوح النور اه اه اعلم اصحب اه معليش عندي سؤال بس بعد ايه حضرتك هو اه انا عندي بنتي اه اه عندها 13 سنة و اه ووزنها اه اه 56 اه انا عاوزة اعمل لها ضيط يعني اه اه يعني اعمل ايه الحاجات الصحية وايه الحاجات اللي تكون بنسبة لسنها ان انا اعملها الهيام هي بتلعب رياضة اه يعني مش كل ايوم حضرتك يعني ممكن مرتين ثلاثة في الاسبوع تمام رياضة ايه ومدة هدئة ايه يعني مشاية مشاية اللي هو المساج تمام ميش اه عادتها الصحية يعني هي مثلا بتقوم النوم الساعة كامة وبتنم الساعة كامة تمام شكرا لحضرتك الخاصة اعطى اوكي هنكلم عن تخزية الاطفال اوه عندها 13 سنة 13 سنة تعد لسة تل الطفلة ايه 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 يعني في المرحلة اللي مبدأ يظهر فيها البلوغ وكده هنعملها معاملة طفلة عشان ما نعملهاش مشاكل نفسية بعد كده ومن الغلط جدا انها هتلتزم بضاية تعنيف في بداية ما تعمل ضاية كده عشان هي نفسيا هتتأثر كتير طفلة واصحابها بيكلوا كل اللي هم هنم عايزين وهي لا ماشي على شفان واجبنا قريش وبيض بيد ضيبة من نسبة لها مرهق جدا نفسيا وهتكبر حصلها مشاكل نفسية اكتر ودي اللي هيكبر بيلك ان طول عمري بيعمل ضاية وما بخسرش اللي عامل نفسي عليه جزء كبير ونتكلم عليه برد او احنا برضو هنعجي على الفطار كده احنا خلصنا في الفطار التلت عناصر الأساسية يجيب عندي بقى مكملات اسمها المغزيات الصغرى ودي بناخدها احنا زي الفيتامينات والمعايدة او دي بيكون موجودة كبيرة في يعني نقول طبق صلاطة يكون كافي ليك بالكلام ده كل او عليه مثلا مع علاقة زي زتون يعني كده اخدت كل اللي انا محتاجه في الفطار تمام؟ يبقى فطاري لو بالمنظر ده نوعت فطاري بالمنظر ده كل يوم يكون الفطار بالنسبة لك واجبة كويسة انا افضل دايما انك انت ما تنزلت شغلك مجر ما تفطل الناس اللي مستعجلة تروح للسيريالز او الحبوب اللي هي تحطها على لبن وتنزل على طول والناس اللي ممكن معها وقت شوية هي اللي ممكن تجيبه للوسط مثلا وتحط عليه التركي والبيض وتأكل يكون قلطف لها كتير لما اللي مستعجلة على طول ممكن ياخد حاجة كورنيفلكس مثلا اللي هي حبوب كاملة ويحط عليها اللبن ويكون لها كده كده فطار كامل ومش هيهبطك ومش هحسك انك جعان قوي اول ما تروح الشغل بالعكس هتروح مركز فايق مش متعصب على زمالك في الشغل ويكون لطيف جدا ده بالنسبة لوقت بيت الفطار لو انا صحي 16 ساعة فانا في الأفريج كده هاخد 4 او 5 مرات تمام؟ هعود جسمي ان انا كل شوية بدخله واكل كل شوية دخله واكل فحافظ على نسبة الانسولين في الدم مصبوطة لا تقلق قوي ولا تبطع قوي او تقلق قوي فعليا انا دلوقتي اعيز اكل اعيز اكل 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 حالس باعي بيعاني حية اسمه فوت كريفين تمام؟ وده من الحاجات اللي بتخلي الناس بتعق جامع فعشان كنا بقى ندخل حية اسمه سناكس احنا للاسف مهندناش صخافة الهلت سناكس برضي يعني حية اسمه سناكس ممكن تطلع زبادي في الشغل تكله زبادي مشالا معالي وزي يكون نطيف جدا ممكن تفاح ممكن تأخذ أي فاكهة عموماً وفيش حاجة يسمعها فاكهة ممنوعة وفاكهة مش ممنوعة المنجحة ما فيهش مشكلة بس فيه فعاية بس تبقى ممنوعة منها اللي عنده حصية وحاجة نعم عادي أي فاكهة تأخذها في الشغل ما فيهش مشكلة تمام؟ تحافظ على السناكس دي لما أنا مثلاً أنا مثلاً دكتور في شغالي بيكون الموضوع بيكون صعب قوي الصبح بيخلي السناكس مثلاً مرة أو مرتين أو ثلاثة طول الفترة اللي أنا فيها بر ولما روحة بدأ أخذ وجبة كبيرة زي الغداء أنا ما أفضلش الفترة دي كلها ما باكلش ويجيأكل مراحل تمام؟ لأ أنا أعود جسمي أن أنا ممشي كيرف شبه سابت على الأكل مش مرة واحدة نكلت وبعد كيكيرف ينزل وبعد كيكيرف ينزل وبعد كيكيرف ينزل وبعد كيكيرف ينزل فما ببقاش لطيفة أبدا تمام؟ وده من أكتر الحاجات اللي بتخلينا أخد كل الأكل اللي أنا بغير ناكله بخزينه بس قصة أن أنا باكل كتير بيتخليك تحرق كتير أكل كتير عشان تخص دي قاعدة أسية عندنا كل كتير هتخص أتخص أيوه لما الناس ودايما هنلاقي كل الناس اللي بتاكل كتير وزنها ما بغير نزلش أه لكن انت بتاكل ده كل ما بتخصش زي على هم من دين الناس فهم بيحافظ على معدل الحرق عالي بيحافظ على نسبة الإنسولين في دمه مظبوطة ما بيعليش قوي وما بيوطيش قوي فهم بيجوع يعني هو بيأكل بس تفاصل الناس اللي رفاية ما بتخلش دي أه ليه أسباب كتير بس من أكثر أسباب بتاعتها أنه هو بيأكل كتير أيوه الأكل السناكينج هو ماشي يعتبر صحي وهو مش عائل فكده ده بالنسبة للسناكس مهمة جدا 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 يبقى لازم في يومك من اثنين لثلاثة سناكس على حصل أنت بتقعدت دي في الشغل ولما تروح تأخذ الغدا بتاعك زي ما قلنا الطبق بيتأسم طبق الغدا لازم يكون نص خدار يا مطهي مثلا ويكون الطهي نايف نايف كده ما تنسبكش قوي لأكل أو سلطة أو سوتية يكون كويس جدا ده نص الطبق بتاعك ايوه وبعد كده نص ثاني بروتين فرايخ بقى لحمة سمك ونوع بقى لازم أن يكون عندك الأوماجسرين مثلا مراتين في الأسبوع لازم تاخد السمك ده على الأقل مراتين في الأسبوع دي من الحاجات اللي غايبة عننا سيكونش تابعاً سمك مقلي نبعد عن المقليات ونقول لك ما مشوي يكون مشوي فيه طرق كتير للسمك غير الأندي طيب استأذن حضرتك هنطلع لفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع لكم تاني رجعنا لكم تاني ونضم إلينا دكتور عبد المجيد أخي صائل علاج الطبيعي والتغذية العلاجية أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتور هنكمل معيك إجابة للمتصلة اللي اتصلت إنها بنتها عندها 13 سنة الضيط المناسب طيب هو ضيط المناسب هيكون لها أغلبه هو تعديل في سلوك الطفلة يعني هي كرة كرة لسه هتطول فلما هتطول وزنها هتزوط كتير كمان هي لازم تلتزم بالرياضة بمعدل أعلى شوية أنا هننصحها إنها هتمشي من 45 إلى 60 دقيقة على اللي هي قالت عندها مشاياة في البيت فهتمشي على صورة من 4 إلى 5 ده هيزوط معي جداً هنتخلها حاجة اسمها فائد برنينج زون وهتبدأ هي تحرق دمون كويس ده يومياً بالإضافة لشهاية تمارين مقاومة ممكن تلعب إيريوبكس ممكن زومبة ممكن حياة مندية تبقى ألطف معي جداً وتبقى عن المقلي وعن الأكل اللي هو في ترانسفات أو ديوم مشبع تمام؟ غير كده بلاش نعمل للطفلة ضيط قاسي بحيث أنها ما يحصلهاش استجماتيزيزيجن أو أنها تبقى عندها وصمة أو مشكلة في الضيط فتنفسياً بعد كده مضطرب خلاص؟ هو ده النصائح بس وتأكل معاوه في الأكل عادي وموضوعك اللطيف إن شاء الله شكراً اللي حابرت دكتور عبدي ميجيد عايزين نتكلم عن الصيام المتقطع ناس كتير أو عايزين تعرف أكتر عنه وإزاي نحقق الاستفادة القصوة منه فعايزين حضرك تعرفونا بشكل عايم ايه هو نظام الصيام المتقطع أولاً بشكر حضرك إن أنا موجود هنا مع الخضرين هو السيام متقطع بشكل مبسط كده هو إن إحنا بنحاول قدر الإمكان نقلل إفراز الإنسولين في الجسم فبناكل في موعد محددة وما بين العشاء والفطار بنحاول نخلي فترة كبيرة قوي بدون أكل يعني مثلاً لو هندي مثال إن إحنا مثلاً بنفطر ونتغدى ونتعشى في خلال 8 ساعات وما بين العشاء والفطار 16 ساعة صيام بدون أكل خالص عشان نمنع إفراز الإنسولين في الفترة دي كلها وطبعاً ما بين الواجبات الرئيسية في الغالب ما بيبقاش في أكل أو أجبات بسيطة بحيث أنها ما تحفزش إفراز الإنسولين آه تمام معينا اتصال من آية تفضلي آية عليك عليكم السلام إزاي حضران ممكن كمان من دكتور تفضلي أنا وزني ستين كيلو ودكتور وطولي مياس السين وكل ما عمل ضاية من نفسك بتتعب من مبعد الشاكمة ممكن تقولي على حالك تمام شكراً حضران تمام احنا ممكن بكل بساطة نبدأ بإن إحنا إيه نحدد نقولها مثلاً في أول أسبوع تأكل براحتها في الفترة اللي هي في الثمان ساعات دي وبعد كده مع ثاني أسبوع أو ثالث أسبوع بنبدأ نقنن الواجبات حيث أن يبقى فيه فترات صيام في النص بس في الأول وفي الآخر بنحافظ على 16 ساعة الصيام وبالمناسبة ممكن عشان الناس ما تزعلش يعني تكون فترة الصيام دي من ضمنها النوم عادي مفيش مشكلة خالة وتكون فيه مشروبات أو يسمى حاجة ما يباش فيه سكريات كتير أو ياريت نمنع السكريات خالة تمام؟ فهي الأستاذة الفاضلة اللي كلمتني ممكن بكل بساطة تبدأ الضيط عادي بس تتحفز على فترة الصيام اللي في الآخر دي وتأكل براحتها في أول وسبوعين وبعد كان نبدأ نقنن واحدة واحدة وبالتدريج لحد ما نوصلها لثلاث واجبات أو أجبتين في اليوم كمان طيب إيه هي الفوائد بتاعة الصيام المتقطع؟ الفوائد بتاعة الصيام المتقطع هي أولاً بتمنع إفراز الإنسولين اللي هو الهرمون الأساسي في إن إحنا ندخن أو هرمون السيم نعي تاني حاجة وفي وجود الإنسولين في الدم بيحصل مشاكل كتير وفيه هرمونات كتير ما بتعافش تشتغل زي إيه الجروس هرمون والليبتين دول مهمين جداً عشان خطر إن إحنا ننازل الوزن وعن الصحة العامة عموماً تاني حاجة هو لكل ما نقل الإنسولين في الدم كل ما إيه نسبة الشبع عندنا بتزيد فالناس اللي بتبقى مش قادرة تقوم الرجيم لما بنمش معاها نظام الصيام المتقطع بتبقى إيه نوعاً ما قادرة تمشي عليه أو بتبقى إيه بتبقى عندها قدرة إنها تكمل في الوصل معنا يعني وبتزهقش بسرعة دي نقطة مهمة آخر حاجة وعايز أتكلم عليها موضوع الناس اللي عندهم مقاومة إنسولين والناس اللي عندهم مشاكل في مشاكل السمنة عموماً هو من ضمن الحلول الاستراتيجية جداً اللي بتقدر إيه تساعدنا إن إحنا إيه نخس أو إن إحنا إيه نلتزم أو نمشي مظبوط على نظام غذائي مدته قد إيه يعني أنا بصوم قد إيه مدته قد إيه السلام المتقطع مدة اليومية بنصوم 16 ساعة وبناكل 8 ساعات بس التمان ساعات ديت بتبقى إيه مقننة مش أكل متواصل طب وأنا بستمر عليه قد إيه مثلا أسبوع أسبوعين لا إحنا بنستمر عليه لحد ما إيه نوصل الوزن المثالي لو إن الجسم بطل يستجب بالنظام دوت بندخل معه نظام تاني أو بنقفه خلص ونمشي على نظام تاني مختلف أربع على حضرك دكتور أثامة دكتور دلوقتي أنا لو اتبعت مثلا رياضة كل يوم يعني مارست الرياضة بشكل منتظم بس ما عملش دايت ممكن وزني ينقص أو طبعا إنه هو الأول في الآخر دايت دا هوا فترة علاجية مثلا أنا عندي مشكلة دلوقتي وزني زيادة 20 كيلو فأنا لوقت لما حسن الـ 20 كيلو دول بعد كده وزني هيزلط بس هيزبت ازاي؟ هيزبت بـ هيزبت بـ تعديل في النماط الحية منها الماشي حسنا ريكمندد كل يوم إنك إنت حتى لو وزنك مش زيد تمشي نصف ساعة وعمر ما هيجي لك أي مشاكل بعد كده هتحسن دورة دمية بتاعتك وحرقك هيعلى ومش هيحصل لك قصد أبدا إصابات في القلب أو في حاجة زي كده إطلاق فلا أريكمندد جدا إنك تقوم بنشاط يومي كل يوم على الأن ونص ساعة لو أنت وزنك مش زيد لو أنت وزنك زيد حافظ دايما على ماشي ساعة متواصل كن معك إزازة مية تخلصها عشان إحنا ما من نفتكرش نشرب مية بالضبط فإزازة مية اللي هي اللتر ونص دي تمشيها تشربها في مدة ساعة اللي هي بتاعت الماشي وعلى سرعة بطيئة ما تجريش ما تهرولش الموضوب هي خرق في فات برن الجزون زي ما قلنا وتحرق كمية دهون محترم يعني يعني مشيت على هذا الشهر هتخسرك حوالي من أربعة لخمسة كيلو بس بالماشي بس برضو ما يكونش فيه ترانسفات اللي هي الدهون المشبع المتحولة احنا ما نحبهاش أبدا المتحولة دي موجودة في أغلب الأكل المقلي وأغلب الأكل البرسوس زي الأيس كريم والحاجات دي ممكن نعمل حاجات expansion هالتي انني ما اماما انااا انااا اطفال الكثير Builders او يعني في خيصه ليه انا خيصه عشان او دهون من اسوأ أناواى دهون الى الأهل obligations اللي هي الترسفات او الدهون المتحولة معينة تعصانمปدر أمنيه 0-課 لو فمات ح Action هناك أنا مش精otti ماشيه؟ وما باكرت کتير معدariك هكيف 200 بس أنا ما عاديش الجناب انا عندي ب83 بطن أو أرتاف بس حضرتك يعني أعمل ريزيم المناسب لها أو أعمل إيه أو كده يعني تمام شكراً لحضرتك حضرتك أنا معدي فترة هلات أنا جسمي مشدود يعني ومعدي فترة هلات أنا ورزني حالي تأتيه سبايا عندك بطن بس بطن وعليه كده من فوق جناب الفاضية خالص وهي بس بطني يعني عامل زكورة كده بس والجناب بتاعت الأرتاف شكراً لحضرتك هي عليها أنها تلعب على إير بايك كتير يعني يكون عندها ريجلور في الجيم أكسرسيز على إير بايك مهم جداً من نسبة لها عشان موضوع الأردايف والتمارين بتاعتها كلها حتى بدمبل أو ببار هتفرق معها جداً جداً إنها هتوصل للشيب اللي هيزة لأنها مش حاجزة تنزيل وزن هي عايزة تصبل الشيب فالشيبينج يتم في الجيم وبعد التمرين بعد ما تتمرن تحافظ إنها تاخد سيمبل كرب إحنا قلنا تستبوني وكلامنا لا أهنا هي تاخد تستابيض وتاخد معايت هنا مثلاً لها بعد ما تتمرن على طول ميديد وتحافظ طبعاً على شرب الماء بتاعه هيفرق معي كتير دكتور عبد المجيد أنا أرجع تعني للصيام المتقطع أنا لما بصوم لما بصوم 16 ساعة مثلاً في اليوم لما أجي أفطر لما أجي أكثر صيامي أفطر على إيه؟ في الغالب نبدأ الفطار بيبقى تقى الوجبة في اليوم بالنسبة للنشويات يعني بيبقى هو كله نشويات يعني أكثر كمية نشويات ما في اليوم والغداء بيبقى متوسط النشويات والعيشة في الغالب مبقاش فيه نشويات خالفة فإحنا مثلاً ممكن نفطر على أي مصدر نشويات زي العيش مثلاً البلدي أو التوست أو العيش السن وممكن معها طبعاً أي مصدر بورتين زي مثلاً الزبادي اللايت أو البيض المسلوق أو الفول مثلاً مع بقى صمر الفاكهة أو صلاة تمام؟ في الغداء يأما بني نفطر نفس كمية النشويات بتاع الفطار أو أقل ناكل نفس كمية النشويات بتاع الفطار أو أقل في العيشة في الغالب بيمنع النشويات خالص بني نقضيها إما مصدر دهون خفيف زي صفار البيض في البيض المسلوق إما بيبقى بروتين مع صلطة بس طب أنا زي حقق الاستفادة القصوى من الصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع إحنا مع الوقت بنبدأ نقلل فترة الأكل كل ما نقلل فترة الأكل كل ما إليه استفادة بتبقى أكتر لأن إحنا بندي فرصة أن الهرمونات التانية اللي ما تشتغلش في وجود الإنسولين هتشتغل فممكن على الأسبوع الثاني نخليها أو الأسبوع الثاني أو الثالث نخليها أربع ساعات أكل بس وبعد ذلك ممكن نخليها وقب واحدة في اليوم والصيام بيبقى 24 ساعة طبعا مش كل الناس بنعمل معهم كده بس بعض الناس بنحتاج نعمل معهم كده في البداية موضوع الرشاقة يعني نهتم أول حاجة بشرب الماء إحنا ما بنشربش ماء عشان عندنا خرافة كده إن أنا لو شربت ماء وأنا بأيكل بطن هتكبر وده غلط وما أنا كده ما نشربش ماء قبل الأكل بوله لا أشرب قبله أثناء وبعد الأكل وما فيهش فيها أي مشكلة خالص مهم جدا أنك تعمل كده مهم أنك تحافظ على معدل شربك في اليوم يكون على الأقل ثلاثة وثمانية من عشرة لتر للأدلت يعني شخصة بالي أتليست ده مهم جدا ودي حاجة نسيناها خالص ودي حاجة تفري معنا كتير في نزول الوزن وفي الفيتلز التعادة تمام؟ دي أول نقطة ثانية نقطة زي ما قلنا في طارك وغداك وعشاك يكون متزبطين على توزيع الطبقة تمام؟ احنا قلنا في الغدا نص يكون خضار ونص يكون بروتين ونص خضار وبعد كده روبا بروتين وربا كارد والعشرة ممكن أن نلجأ نفس القصر تمام؟ والسناكينج الحاجة دي مهمة جدا أنك تأكل من 4 إلى 5 وقت في اليوم ده مهم جدا ده هيخلي معدل حرقك يكون أفضل هيخلي جسمك بيصرف أكتر من الكالوريز هيخليك بتأكل أنت عايز ومش بحروم من حاجة النوم لو تأسيك كمان ممكن نضبط نوم؟ طبعا دي أخر حاجة هتكون أنك تتاعم على الأقل من 6 إلى 8 ساعات ويحاول تكون متواصلين وتحاول تكون في السركيدين ريزم أو في الوقت المفروض تنام فيه عشان هورموناتك تطلع بشكل مظبوط يعني أنا عندي هورمون الكورتزول بيفرق في وقت معين في اليوم الإنسوين بيفرق في وقت معين الحاجات دي ليها سركيدين ريزم أو لها ساعة بيولوجية فأنا المفروض أن أنا من بعد 10 أكون في السرير أو أبدأ أحاول نايم مش من بعد الساعة 4 على الفكرة ده يكون أفضل كتير يعني ده لو حافزنا عليهم الحاجات دي هتتفق جديد السبيل السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت أتكلم الدكتور بعد إذن أتفضلي أنهي دكتور إسامة ولا دكتور عبد المجين أنا عندي طفل عنده عندي 11 سنة هو نحيتي يعني كل أكله ما بيضاش يأكل قد كده يعني عايزي حاجة أنها تفتح شيئته ولا حاجة يأكل وبعد إذنك برضو الخنيرة تفتح الشهية لو هي بتفتح شيئة أتتعملها إزاي تمام شكرا لحضرت طفل الصغير بيأكل بعينه قبل ما بيأكل به يعني عينه بتشوف الأكل فبيحب يأكله أكثر تمام الأطفال بتبقى محتاجة لأكل يكون شكله حلو قبل أي حاجة وما يتقلوش تعالي كله يتغصب عليه يأكل بالعكس الطفل في الفترة 11 سنة دي بيكون مقاوم لكل الكلام ده هتيجي تقول له كل هو متعاوب بقى فترة دي لن أقول لا لا مش هيكل فالطفل تحطي الأكل وما نندهلوش يأكل هو يأكله أحد أكل شكل طبق يكون شكله حلو يعني يتقطع بشكل معين يبقى فيه حاجة شكله لطيف كده شكل الكارتون كدام ده يفرق معه جدا وفي نفس الوقت حافظيه دايما على السيريال أو الحبوب زي الكورنفليكس مهم جدا له وهو أصلا بيحب طعمه تمام الخميرة أنا ما بيفضلهاش لا تفتحش الشهية لا لا هي بتوجه على البطل جدا والطفل هيكره أنه يتحط في الأوبشن ده تاني يعني لو مرة حصلت يا هي يرجع بعدها يا أما مش هيقرب منها تاني تمام؟ حافظي دايما بقى على الألبان مثلا يعني لبن مع طمر مع مكسرات ده يكون عصير معي مثلا مرتين في اليوم هيكون قوي جدا سعراته عالية جدا هيتخانوا هاي هاي زادوا في الوزن كويس فده حاجة أساسية تكون موجودة معي المكسرات مع كل وجبة حتى يعني في بعض الثقافات زي السعودية وكده بيحطوا على الرز مكسرات فإحنا ممكن نعمل كده ندريه المكسرات حتى لو نحبش طعمها بتدفرها وتحطها في قلب الأكل فهيكون لطيف جدا لأن المكسرات فات والدهون دي بترفع سعرات قوي فحتى لو كان من الكمية مش كبيرة هتدوله السعرات اللي هو محتاجة معانا بردو أستاذ عبد الفتاح سلام عليكم ازاي حضرته نوتي توت التليفزيون يا سمعت ايوا سمعني كبك؟ تفضل لسه تفضل شكرا لحضرتك طب دكتور عبد المجيد هنرجع لحضرتك ازاي دلوقتي ايه اللي ممكن الاخطاء اللي عملها اللي تخلي نظام الصيام المتقطع يفشل ايه الاخطاء اللي ممكن ارتكال باية اغلبية الناس بيحصل بيعمله ايه متخيل انه لما يأكل حاجة بسيطة كده انه كانه ملاخبطش وده خطأ شائع جدا ممكن انه حتى بعض الناس بيقولك التفاح الاخضر في الضيت المشكلة ما يأكله في فترات الصيام وده خطأ شاسع شائع ممكن الناس كلها تتعرض ليه ولما حد بيعمله بيبوز النظام التاني ممكن نضطر كمان نبدأ من اول وجديد من اول يوم في الريق مشكلة النظام تقطع انه لازم الالتزام ضروري بالذات في 16 ساعة اللي هي المفروض بين العشاء وبين الفتر ايه الحاجات اللي انا ممكن اكلها اثناء الصيام وتكسر صيام يعني وانا صايمة ايه الحاجات اللي ممكن اكلها والبوز الصيام اي حاجة فيها سكريات طبعا السكر العادي في المشروبات او الفاكهة الفاكهة بتكسر الصيام بسرعة جدا طبعا اي مصدر اي مصدر فيه بروتين يعني زي مثلا البود او الجبنة او الحاجات ديت بعض الناس يفتكرو انها ايه بروتين خلاص ما لا البروتين بيكسر الصيام عادي الحاجات اللي ما بتكسرش الصيام هي الخضرات الورقية زي الخص والجرجير والكثبرة وورق العنب كمان يوم بس من غير الرز من غير الرز وطبعا ايه الخص والخضرات الورقية واخر حاجة طبعا بعض انواع الدهون ما تكسرش الصيام زي مثلا المكسرات وزي الايه في بعض الناس بيسياحوا الزبدة على القهوة ويشربوها طبعا ايه بيقولوا انها طعمها كويس جدا فها ديت حاجة جميلة جدا ممكن ناخدها من غير ما نكسر الصيام هناخد اتصال من استاذ محمد الو اروع غندم تفضل معلش يا نوطي التلفزيون بس شوية حاضر ما كنت عايز اعرف اللبن البارج في ايه نسبة من دهون او كسترول والبضل اللوى المسلوخ ده برضو نفس النظام او التون الحاجة دي فهي نسبة من كسترول او الدهون بس يعني تمام شكرا حضرتك هو لو حضرتك عندك ضغط او سكر هو فيه دهون في الالبان يعني من اسم الالبان تلاتة فيه اللوى منزوع الدسم تماما وده الوحدة منه الكوباية بيكون فيها تلاتة جرام بس دهون نص دسم بيكون فيها خمسة جرام كامل الدسم بيكون فيها ثمانية جرام دهون تمام وعشرة في المئة من الدهون دي كون دهون مشبعة تمام طيب لهو عنده ضغط او سكر فهو ممنوع حتى من العشرة في المئة دي بيبدأ ياخد الالبان منزوعة الدسم ده لهو عنده ضغط او سكر يعني ما يمشي على حاجة اسمها داشة التونة لا ما فيهاش التونة لين بيبقى فيها ثلاثة جرام بس دهون عندنا البياض البيض ثلاثة جرام دهون بس تمام؟ السفار لا السفار كله دهون سوريا نايسة في البيض على بعضها كده بننزع منها سفار بناخد البياض بس فهو لو عنده ضغط يروح دايما لولين بروتين الحاجات اللي هي زي بياض البيض التونة ما فيهاش مشكلة بس التونة يكون متصفية من الزيت او تونة ضايت اللي هي محطوطة في مائة ياخد جبنة قريش وقلنا بياض البيض وقلنا القلبة منزوعة الدسم ده لهو عنده مشاكل في الضغط او السكر تمام؟ عشان نقضي تماما عن نسبة الكوليستيرولي الزايدة في اللم ده يكون الأفضل دهين تمام عايزين نرجع لحضرتك يا دكتور عايزينك تكلمنا هل أنا ممكن أجمع ده سؤال دايما بيتكرر هل ممكن أجمع بين حمية الكيتو بين الصيام المتقطع؟ مانوش علاقة بالسؤال دايما بيتكرر لما يجي الصيام المتقطعين هو أولا الصيام المتقطع بيتكلم عن موعد أكل ما بيتكلمش عن نوع أكل فلما نحب نضيف له الكيتو بنتكلم عن أنواع الأكل بتاع الكيتو بس اللي هو ايه حوالي 70% دهون و20% بروتينات و10% ايه نشوية على عكس الأنظمات التقليدية بيبقى الدهون قليلة جدا والإيه والنشوية هي أكثر هل في ايه فايدة هتتحقق لما نجمع بين الكيتو وبين الصيام المتقطع؟ طبعا فايدة كبيرة جدا لأنه الكيتو أصلا بيمنع إفراز الإنسولين خالص وبيخلي الجسم يعتمد على مصدر غير الجلوكوز كمصدر للطاقة وده بيخلي لو واحد عنده قابلية أن يجي له سكر أو عنده سكر اللي هو النوع التاني ممكن يخفة خالص أو السكر يتضبط جامد وبيبقى ضمن الفايد بتاعه غير أنه الكيتو الواحده يعني قادر أنه يقل الشهية جامد وبيخلي الشخص يقدر إيه يقاوم الرجيم وما يبقاش عنده شغف بالأكل أو كده فبالتالي بيبقى ماشي منتظم معي كويس وبيجيب نتاج مرضية جدا معانا تصال من أستاذة منا مساء الخير مساء النور لو صنحت وانا كان عمري 27 سنة ووزني 75 كيلو هو أنا زيت زيادة كده يعني في خلال السنة طول حضرات الكام طولي 160 تمام فأنا في فترة يعني اشتغلته كده فبرجع أكل بالليل فأنا عاوزة أعرف وعندي أنميا فأنا عاوزة أعرف إيه نظام الرجيم المفروض إن أنا أتابعه تمام شكراً لحضرتك تفضل بس أنا عليك كذا تعقيب على فكرة السلامة الخطة ومحترام الدكتورياني فيه أنماط كتير منه بس قصة أن أعمل سويتش المتابلزم وأن أحرق دهون ما كان الكارب ده بيعرض الجسم الكيتوزس وده من الجزء الطبي والكيتوزس ده أنا ما أحرقش دلوقتي جولوكوز أنا عندي بنزين 100% أو بنزين 95 وعندي سولار عندما أحرق بنزين ستطلع العوادم اللي هتطلع من السولار نفس الفكر عندما أحرق جولوكوز ستطلع عوادم تقريباً مش موجودة على عكس ما أحرق فاتي أسدز أو دهون بيطلع كيتومبوز وعكسان كيتوني بيطلع عندنا مشاكل أحنا نشوفها دائمًا في العنايات وكده بس تبقى ماشية على كيتو ومش متزبط وموضوع تهو ما تش رسك أن أنا أقل الوزن بالمتطريق ولو أخطار كتير موظومي كيتو يعني البنيفيت بتاعته أقل كتير من نلقيه الريسك تاعه نلقي كتابه عالي قوي وورده أجريسيب وإحنا عندنا في مصر ما فيش الانتزام بفكرة ضايت ممكن يعطيك وممكن نروح منه أننا في مشاكل كتير تتلعين تصليمين التعليمات بفكرة ضايت المتوازن نبدأ تمامًا على الكيتو تجد تصنيم في العاشر أو الخمسة أو شهر كمان تجد دائما أول حاجة اسمهاه الوزن وثاني حاجة اسمها داش دويت وهو الضايت المرضى الضغط السكر ثالث حاجة المديتريني وهو البحر المتواصل وهو الضايت بتاعنا أيام زمان وهو الضايت اليوناني دلوقتي الناس اللي هي لسه محافظة على على الإكل السليمة بتاكل ما بتتخنش لي هم دول فده الرزق فما نفضلش ان احنا نحط الانتابوليزم في الاريا دي انها بتعمل حزرد عالي اوه تماما للأسف جدا احنا وقت حلقتنا خالص بشكر حضراتك جدا وبشكر السيدة المشاهدين ونشوفكو في حلقة تانية ان شاء الله